وإلى أخبارنا الاقتصادية حيث صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين ليسجل رأس المال السوقي مستوى 718.5 مليار جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو 3.2 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات صعدت مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 0.56 ليغلق عند مستوى 11109 نقاط كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة بلغت 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة